السلام عليكم وإزايكم وأخباركم أتمنى تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال فيديو جديد النهاردة والروتين لأكتر من سيدة كل واحدة فيهم هتبهرنا النهاردة بنشاطها الطاقة الحلوة اللي هنأخدها منها كده وهي بتستعد للتنظيفات الشاملة لكل حاجة عندها في البيت روتين البيت من الحاجات طبعا اللي مش بتخلص أبدا وكل يوم مطلوب منك تجددي وتنظفي وتغيري وتحس كده أن روح البيت بتتغير معاك وبالفعل كده وسط كل الروتينات دي الحماس والنشاط أظن هتحسي بيه جدا إزاي تقدري كمان تجديدي كل الطاقات الحلوة دي وإنت بتتفرجي معاين من خلال الفيديوهات اللي زي دي أفكار بقى السيدات بكمان أكلاتهم ووصفاتهم إزاي كمان تعملي فطار أو غدا أو عاشها حاجة تفتح النفس جدا كده مجرد ما بتشوفي الطاقات اللي زي دي كمان كل واحدة فيهم طبعا بقى بتعمل تخليلات ما أقولكوش عليها أحضر بقى الصنية بتاعتها بالخيار بتاعها بشوية بقى المخاليلات بكل أشكالها وألوانها وبدأت بالفعل دلوقتي تحط معاينة تشكيلة حلوة كده في كل برطمان من اللي قدامنا دول يعني المخاليلات اللي مفيش غنى عنها أبدا بقى سوى في فطار فغدا في عاشها في ناس بالفعل بتبقى عايزها دايما متواجدة كده عندها في البيت وبالفعل كده بتورينا كده الشكل النهيئي بكل تفاصيله أحب بهلكم إن استيادة بتاعت النهاردة دي كل أكلاتها ووصفاتها ومعجلاتها حاجة من اللي بتفتح النفس جدا شكل البيتزا اللي قدامنا أو اللي عاجينة اللي قدامنا بكل حشواتها من جوة وها طبعا جبن بقى سواء طبعا في نفس الوقت لحوم كل واحد بيحط من جوة التشكيلة اللي هو عاوزها لكن صدقوني شكل الأكلة أو الوصفة أو البيتزا اللي موجودة معاينة تفتح النفس جدا حاجات بسيطة لكن ست البيت أما بتقوم بيها بالفعل كده بتجدد روح المكان كله ومش على قد كده بس ده فيه بقى مجموعة من الفطاير الكحك البس جوة المعجنات كل حاجة ممكن تكون بتقدمها في البيت بطريقة تبهر يعني مجرد بس ما بتشوفي الأكلات والحشوات والسندوتشات الصغيرة اللي زي دي المحشة من جوة بقى بالجبن بالخضار بتحس كده إن هي حاجة مختلفة ولذيذة جدا جنب كاسات الشي تعالوا نشوف كمان كده حتى ستربس الدجاج أما بتعمله معاينة في البيت بدل ما تشتريه من بره وإنتي متطمنة وعارفة أنت عاملة بنفسك إزاي بالخلطة بتاعته وأظن طبعا كل حاجة شرحة نفسها يعني زي ما شفنا شوية الدقيق وعليهم شوية من النشا وشوية كمان بقى من البوهرات بتاعتك وبيضة وشوية حاجة كمان كده سفن قبلة وموجودة عندك وتبداي كمان تضيف عليهم الخلطة بتاعتك وأظن كده بنشوف الدجاج ومجرم بسبيت في التببيلة بتاعته للتوابل والبوهرات وشوية الخل وتبداي بعد كده نزلي بقى في أي صوص المقرمش اللي شفناه مع بعض ده ومش على قد كده بس ده لسه كمان بقى روتينات اللي تبهر اللي كلها تنظيفات وطاقة حلوة تنظيف تلكتك من جوة والأفكار بتاعتها وتنظيمها أكتر وازاي كمان تكوني ست بيت شطرة وتقدري كمان تبداعي في قوة للأفكار يعني يعتبر التكات كلها مفيش حاجة سواء صغيرة أو كبيرة تريدك مش هتبقى شطرة فيها عشان تكوني بالفعل قد المسئولية وست بيت شطرة خطوات النجاح بتبدأ معاكي من التكات والحركات اللي زي دي تعالوا نبص كمان كده على الشكل النهائي ومش هي بس الوحيدة ده يعتبر كل السيدات اللي موجودين معانا النهار ده هيبيروكم وكل واحدة فيهم مجرد حتى بس ما بتفكر تجادة البيت تنقل لمكان جديد زي بالفعل السيدة اللي قدامنا دي وكلكم طبعا عارفنا يا ما شاء الله أم الست بنات وكلهم في غاية الجمال وتخيلوا كده أن كل واحدة فيهم بتقوم بمسئولية والتزامات وهتبقى النتيجة معانا يا طاري هل طاري هتبقى عاملت زي طبعا بتقول كانت بتستعد هنا للنقل في البيت الجديد اللي قدامنا وطبعا أخب منها وقت وجهة كبير جدا عشان تبدأ كمان ترص كل حاجتها ما شاء الله ست بنات يعني أكيد عايدين مساحة في البيت أكتر مساحة كمان أكبر بدل غرفة ممكن اتنين أو تلاتة أو اربعة وده بالفعل اللي هي بتقول حالة تعمله الفترة اللي فاتت وطبعا بالفعل المجود ده زي ما أخب منها وقت كبير زي ما هي حست أن جعلها الوقت اللي كانت فيه قد المسئولية وحاولت تعمل الخطوات اللي زي دي شكل البيت بتفاصيله اللي ممكن تبقى صغيرة جدا لكن مجرمة بتركز فيها هتلاقي هي دي الحاجات أو الخطوات الأساسية اللي أي واحدة فينا بتبقى عايزة تعملها يعني الدريسينج هنا بكل تفاصيله زي ما أخب منها وقت وجهة زي ما بتقولك دلوقتي أنا طلعت فيه بنتيجة هيلة جدا هي دي المسئوليات والالتزامات وشكل البيت الأساسي بكل خطواته حتى المرأة بتاعتها جابتها بالفعل كده وبدأت تثبتها هنا في الحيطة وبتقولك غرفة الدريسينج دي بقى منظمة جدا مفيش فيها طبعا شغل كتير مفيش فيها بقى يعتبر أساس كتير لغرفة بسيطة جدا لكن أهم حاجة هو النظام والترتيب اللي موجود عليه شكل الغرفة هي دي بقى الحاجات اللي يمكن فيها هدوء للأعصاب مجرمة بتشوفيها كده وتشوفي الحاجة المضيفة والمنظمة أكتر اللي فيها بالفعل استقلالية كده شكل البيت مريح للأعصاب بتحسي ان انت بالفعل كده نقلت نفسك لمكان تاني خالص هي دي التفاصيل البسيطة والصغيرة اللي يمكن مجرمة بنشوفها بنحس فيها كده بتغيير تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده روتينها بقى فتح حضير الفطار اللي يفتح النفس ده حاجات كلها عادية يعني شكل البيت بقى مع البطاطس المقلية مع طبق فيه فواكه مع طبق فيه جبنة اللانشون المرباط بس تقديمه للأطباء شكل الأطباء كذبت نفسها كمان حاجة مختلفة باللذيذة قوي تعالوا نشوف طبعا بقى كمية الغسيل ما شاء الله اللي كايت عندها هنا النهاردة أكوام كبيرة وبتقولك طبعا طلع عيني على ما طبقت كل ده ويبدأ أرس كل حاجة في مكانها زي ما تاخد مني وقت وجهد زي طبعا ما هنجس في يومي تفاصيل كتيرة جدا وهقوم بالمسئولية والالتزامات اللي عليك وممكن الموضوع يظهر لبعض الناس إنه صعب لكن صدقيني الأمر بسيط ومش محقد أبدا وبمنتهى السلاسة وببساطة هتقدر تحل كل الأزامات والوظيفة اللي هي عايزاها بتقولينا كمان دلوقتي بانوتتا هنا كانت بتحلم بالفعل يعتبر كده باللعبة اللي قدامنا دي واستنت عشان عادت ملادها وتقدر كمان تفاجئها بيها وقد إيه البانوتا كانت سعيدة جدا باللحظة دي حاجات بسيطة لكن بالفعل بتبقى مصدر بهجة وسعادة لأولادنا تحارب بسطة هنا كمان دلوقتي على شكل المطبخ عندها وطريقة كمان رصها وتزيينها للرف بتاع المطبخ ده وازاي بتبدأ تنظفه وتنظم فيه أكتر وتخلي شكله بالفعل كده مزبط أكتر وأكتر التفاصيل دي كلها بالفعل احنا بنكون عايزينها ومستنيينها عشان نقدر نوصل للنتيجة والشكل النهائي اللي احنا بنحلم بيه حتى السعيدة اللي قدامنا دي يوم كمان ما قررت ان هي تنقل البيت جديد وطبعا بقى كانت في معاناة وهي بتلم كل تفاصيل المنزل وراحت دلوقتي البيت الجديد هنا وقررت طبعا تشيل كل حاجة من الكاراتين وتبدأ تفرد كده حاجتها أكتر طبعا الموضوع ده بيبقى مجد أكتر على أي سيدة بالفعل بتمر بالظروف اللي زي دي وبتبقى عارفة ان عملية النقل من بيت لبيت بتاخد منها مجهود كبير جدا وفي حاجات بالفعل بتبقى قد المسئولية وقدل الاتزامات دي كلها وبتقدر تحلها وفي ستات بتقوم بكل الشغل ده الوحدها وستات تانية بتفضل طبعا ان حد يساعدها بتشوف من الصعبة أو من المجهود اللي تقيل جدا عليها ان هي تقوم بكل الاتزامات دي الموضوع بالنسبة لها بيبقى صحب جدا وبصرف النظر طبعا عن كل ده تعالوا كمان دلوقتي هنا كده مع بعض نشوف طبعا كل سيدة فدول والتجامعات اللي بتحصل هنا مع بعض طبعا كل واحدة فيه ممكن تغير شكل البيت دي كوراته وافكاره ممكن كمان مجموعة من التصميمات اللي تكون لذيذة جدا وتحس كده فيها بتغيير المود والنشاط والحماس لكن صدقيني مجرم بتغير دي كورات دي كلها يعني بتحس كده ان انت كسرت الملل هنا كمان حتى مشتريات البيت اللي ممكن بالنسبة لأي واحدة فينا بتحس كده بتغيير البيت بالمود الحلو وانت بقى بتجيبي حاجات مختلفة حاجات شكلها شيء منظم جدا طقم بقى كسات طقم بقى كبهات طقم قطبق جديد زي اللي قدامنا ده يعني باختلاف بقى طبعا الرسمات والأزواء اللي ممكن تكون مختلفة بين كل واحدة بالتانية المهم تشكيلة الحاجة بنظامها وترتيبها قد ايه تبقى حلوة جدا نشوف هنا كمان دلوقتي مع بعض كده تنظيم بقى وترتيب الأدراك دي من جوه شكلها حلو طريقتها كمان متجددة ومختلفة فيها مجموعة كده من القرف وفي جوه طبعا بتنظمي فيها بقى المعالق والشوك وكل حاجة تخصك بنظام وترتيب كده حلو جدا قصر في النظر طبعا بقى عن الكركبة والفوضى تعالوا نشوف كمان كده حتى الحشبات والأكلات والفطير الصغيرة والمعجنات اللي الستة التركية بتبقى شطرة فيها جدا تعالوا نشوف كده دلوقتي مع بعض مجموعة كده يعتبر ضربة كزع صفور بحجر واحد وعملت معنا أكتر من قطعة في قطعة واحدة كبيرة زي ما شفنا عشان كمان تبدأت رصة البيب بتاعك بالرصة المزبوطة والأرفف تشيل معاك أكتر عايزة تتعاليمي بقى كمان كده في فن التنظيم والترتيب وتشوفي كده مجموعة من الأفكار اللي تستغل بيها ممكن البوفي بتاعك أو المطبخ عندك وهنا كمان أكلة وصفة جديدة ونوع من الحلويات اللي الشكل ده كله طبعا بتبقى كلنا عايزين نعرفه الستة دي بتقوم بيه بالرسمة أو الفن اللي قدامنا وشكله بيكون مختلف تحس فيه هوس كده في الموضوع اللي بتتفرجي عليه وحب أقولك كمان دلوقتي عملتها ودخلتها معنا في الإيرفراير يعني مش في فورن كمان البوتاجاز لا بالعكس بتقولك حاجة أسرع وكمان نتيجة حلوة جدا تعالوا نشوف كمان كده حتى التحلية والأطباق اللي بتقدمها جانب مثلا بقى قطع من البيتزا معجنات فينجاني الأهوة اللي بتقدمه جانب أي نوع من الحلويات شكل الأطباق تقديمة الأكلة أو الوصفة بتاعتها حاجة تفتح النفس جدا عشان كده أتمنى من كل قلبي إن فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو هاستنى أكيد طبعا لايقاتكم الحلوة وحمسكم ومشترككم معي عشان أبيركم بكل جديد وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة